بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى خير الناس معلم الخير للناس حدثني أعقل المجانين بحديث عجيب عن العلامات الكونية لظهور المهدي أهلا وسأل بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حكاية الشاعر المجنون حيث نناقش كتب والمواضيع المهمة حلقة اليوم سأقفل عليها التعليقات لأنني لن أسمح لأحد أن يدعي أنه المهدي على هذه الصفحة ولن أسمح لأحد بأن يكذب فقط من أجل نشر التكذيب بين المسلمين هذه حلقة موجهة للمسلم فمن يريد الكلمة الصحيحة دون أي اعتبارات لأي طائفة أو لأي فكر أو لأي مرجعية فليأخذها مرجعية الأولى لنقول فيها هي الكتاب والسنة فبالتالي ما سأقوله قد يختلف عليه بعض البشر لكن لن أدعى مجالا لأحد أن يكتسب السيئات أو أن يكون مجسوسا من جماعة تدعي كونها المهدي أو تريد فقط إفساد أمر المسلمين لتضعى تعليقاتها في هذه الحلقة فلنبدأ في هذا الموضوع وضع هذه الصورة في بالك المستقام مما قاله الإمام علي بن أبي طالب ومما يوجد من الأحاديث التي رويت عن الصحابة رضوان الله عليهم فبالتالي تواتر الأحاديث في هذا الأمر تواتر معناوي وإن وجد هناك ضعف بسيط في بعض هذه الأحاديث فلن يشكل أي مشكلة أبدا لأنه وجودها وحدها تتحدث عن هذا الموضوع وعدم وجود أحاديث أقوى منها تنافي هذه الفكرة هو في حد ذاته دليلا على صدقها فبالتالي وجود عملاء مدسوسين من أجل تخريب هذه الفكرة هو أمر معروف ووضح فنبدأ بنظرية المؤامرة التي ذكرت في القرآن الكريم على لسان إبليس لا احتني كالنذرية أنظرني إلى يوم يبعثون لا أقعد أن لهم صراطك المستقيم مؤامرة واضحة على البشرية وعلى أبناء آدم أساسها الحسد والحقد لكن كل هذا في تدبير إلهي وهذا التدبير الإلهي أنه طالما أنت تعظم من أعداء الله وتقلل من عباد الله وأنبيائه إذن سيأتي اليوم ليظهر الشخص الذي سيدمر كل مخططاتك ويحق الحق ويحكم بالعدل وينشر السكينة والرحمة ولن يرضى للمهدي ولا عيسى عليه السلام إلا بالإسلام دينا فلنبدأ بالعلامات الكونية لظهور المهدي أي أن هناك علامات معينة ستحدث في هذا الكون لأن هذا الكون من أهمية علم الفلك أنه يعطينا رسائل معينة من أساسها يمكنك أن تعرف أن هناك حدث جللا سيحدث فبالتالي عندما نرجع للحديث عند الرسول عليه الصلاة والسلام ونقول أن كسوف الشمس وخسوف القمر هما علامتان ليسا لعبادة أحدا وليسا لولادة أحدا أو لفوفاة أحد لكنه أوصانا بالصلاة عند حدوث هذا الجلل فهناك حدث كوني صلينا من أجله لأنه علامة على حدوث أمر عظيم سواء كان معصية كبرى أو حدث كبير سيحدثه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض فمنها نعرف أن هناك علامات كونية تدل على اقتراب شيء معين وبما أن هذه العلامات حاصلة قالها الإمام علي بعد أن تعلمها من الرسول عليه الصلاة والسلام فبالتالي كان الإمام علي وفاطمة الزهراء رضي الله عنه ما يتعلمان من الرسول عليه الصلاة والسلام في جلسات خاصة فأغلب هذه المعلومات التي تعرفها هي معلومات منهم هم لكن سنضع الآن العلامة الأولى طبعا العلامات هي لن تحصلها بالترتيب الزمني الذي سأقوله فبالتالي سيكون هناك اختلاف بالترتيب الزمني لأنه لما توصل إلى الترتيب الزمني الصحيح ما الذي سيحصل قبله وما الذي سيحصل بعد لكن هذه العلامات ستشاهدونها وأولها هي الكف المدلاء من السماء أي أنك ستشاهد مجموعة من النجوم المنيرة والواضحة جدا على شكل يد نازلة من السماء معنى كلمة مدلاء أي أنها قريبة من الأرض والجميع على وجه الأرض قادر على رؤيتها كل حسب موقعه وما نشرت ناسا في عام 2005 من هذه الظاهرة هي ليست الحقيقية لكن قد تقرب هذه الصورة الفعلية من ذلك أي أنك ترى أن منظمة ناسا كلها موجودة لرصد العلامات الكونية لظهور المهدي وأن هناك من يبحث عن المهدي منذ زمن لكنه يبقي الأمر في الخفاء أي أن وجود ناسا بحد ذاته ليس من أجل العلم فقط وإنما هو من أجل استياد هذا الإنسان للقضاء عليه قبل ظهوره لكنهم إلى الآن لا يعرفون من يكون اسمه ليس محمد وليس اسم والده عبد الله بل قال الرسول اسمه يواطئ اسمي لم يقل اسمه محمد ولم يكن اسمه يشابه اسمي ولم يقل أن اسمه هو اسمي اسم أبيه يواطئ اسم أبي لم تذكر هي بل أضيفت في عهد أحد الخلفاء لا نذكر اسمه إذن اسمه يواطئ اسمي فقط فبالتالي المهدي اسمه ليس محمد بن عبد الله بل يواطئ هذا الاسم ما الحكمة من إخفاء اسم المهدي لكي لا يستخدم إن عرف اسم المهدي سيستخدمه في السحر فبالتالي سيتمكرون من الوصول إليه فالسحر الأسود قائما على استخدام الكلمات المتقطعة والأحرف وأسماء الله سبحانه وتعالى والآيات القرآنية لإحداث قوة معينة وهي السحر الأسود فبالتالي إن عرف اسم المهدي سيصلون إليه وهذا ما وضعه الله تعالى في علم الغيب فكل ما يذكر عن اسم المهدي هي عبارة عن اجتهادات ليس لها أي أساس هناك من يحاول أن يقول أنه محمد أحمد مصطفى أسماء معينة أو أن اسمه الحقيقي هي المهدي مع أن صفته هي المهدي فبالتالي نرى أن أغالبية المسلمين يسمون اسمهم باسم محمد ما نريد أن نؤكد عليه أن المهدي ولد وانتهى الأمر لكن الفكرة بطرحنا لهذه الفكرة لهذه الظاهرة هو أن الكثير من الناس غير المسلمين من أعداء الله يبحثون عن هذه العلامات ويدرسونها بشكل متقن ويرصدونها إلى الآن وينفقون المليارات لرصدها منها كانت هذه الكف المدلات فبالتالي هم حاولوا أن يقنعوا المسلمين بأن هذه الكف المدلات التي وضعوا صورتها في عام 2005 من قبل ناسا هي الحقيقية لكنها ليست الحقيقية بل هي صورة قريبة على هذه العلامات طبعا جميع العلامات نوعا ما نوعا ما قد تحصل خلال عامين إلى ثلاثة عوام طبعا قانون آل البيت هو عدم التوقيت لا أستطيع أن أقول أنه في عام كذا وكذا سيحطن هذا مناف لعلم آل البيت تامة فلا الرسول أقت ولا الصحابة ولا حتى آل البيت أقتوا لشيء فلن أقول أنه بعد 100 عام أو 50 عام أو 20 عام سيحدث كذا وكذا مستحيل هذا الكلام فالفكرة لكن منذ بداية العلامة الأولى إلى العلامة الأخيرة سيكون الأمر كله عبارة عن عامين إلى ثلاثة عوام فالعلامة الأولى التي يستطيع الجميع معرفتها هي الكف المدلات مجموعة من النجوم على شكل كف نازلة إلى الأسفل ثم نأتي إلى العلامة التالية النجم ذو الذنب النجم ذو الذنب هو النجم الذي ذكر في القرآن الكريم في سورة والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق فنجد في نهاية هذه السورة يقول الله تعالى وَيَكِدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمِلْهُمْ رُوَيدًا إذن ما الذي يجري؟ أن هناك ارتباط بين هذا النجم الطارق وهو النجم ذو الذنب مع ظهور المهدي وهي علامة كونية لا يزالون إلى الآن يرصدون هذا النجم لكن ما أهميته؟ هو نجم يخرج من الشرق نحو الغرب يشتمل على مجموعة من المكونات والغازات نجم غير مرصود سيغير اتجاه حركته عند أمر الله سبحانه وتعالى فكل قدراتهم لرصد الفلك إلى الآن لن تتمكن من رصد هذا النجم فعلامات ظهور المهدي الكونية ستظهر فجأة وستباغت الجميع قلبه ثلج ونار وهواء وعندما نقول ثلج ونار وهواء هي هذه المواد الأساسية فتشتمل على غازات مهمة جدا هذا النجم سيتسبب بشيء يدعى بالهدة هذه الهدة التي ستساهم في انحصار الماء عن نهر الفرات وسيظهر تحت نهر الفرات كنز عظيم وأن هذا الكنز العظيم سيتنازع عليه ثلاثة أمراء كل واحد منهم ابن ملك ولن ينوله أي واحد من هؤلاء الأمراء الثلاث أي أننا سنشاهد حربا بين ثلاثة أمراء على جبل من الذهب انحصر عنه نهر الفرات فبالتالي ستبدأ من إحدى الظواهر أن تخرج الأرض كنوزها أي أن الذهب سيظهر إلى العلن وهنا أحب أن ننوه إلى فكرة ولعبة المال التي يقوم بها أنبياء المال كما أحب أن نسميهم فهم الناس نصب نفسهم أنبياء للمال من أثرياء العالم من عائلات معينة يتحكمون في هذا العالم فقد قاموا بأخذ جميع الذهب والثروات من البشر وقاموا بطبع عملات ورقية من القطن وأعطاك إياها لتتنازع أنت وغيرك عليها فبالتالي أخذت منك الذهب والفضة أعطيتك أوراقا وجعلتك تستخدم هذه الأوراق لشراء المصادر الطبيعية التي خلقها الله لك على هذه الأرض والتي بسببها تقوم الحروب أي أن المصادر الطبيعية ما لم تعرفه أنت هي أنها مصادر تكفي جميع من على هذه الأرض سواء من ذهب من فضة من نفط من ماء من كهرباء وكل شيء إذن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى لك أنت على هذه الأرض يكفيك ويكفي جميع البشرية كل ما قاموا به أصحاب نظام العالم الجديد هو أنهم أعطوك هذا الورق ليبيعوك المصادر الطبيعية التي خلقها الله لك فإحدى هذه العلامات أن هذا المال سيسقط وعملتهم الورقية ستسقط وسيظهر كل ما كان مخفي كل ما كانوا يبيعونك إياه بالورق سيظهر بشكل يكفي الجميع دون الحاجة إليهم وستسقط سيطرتهم على هذا العالم فبتالي كل الحروب التي نراها هي عند اكتشاف مصادر طبيعية تكفي هذا الشعب دون الحاجة إلى نظام المالي الخاص بأنبياء المال كأسر سيطرت على هذا العالم وقتها ستحدث هذه الحرب وتدمر هذه الدولة وارجعوا إلى العراق وسوريا وارجعوا إلى الدول التي حصلت فيها هذه الحروب وسترون أن المصادر الطبيعية التي كانت ستكفي البشرية تم السيطرة عليها من أجل تقتيرها عليك ويبقى هذا النظام الخاص بالمال مسيطرا على البشرية جمعا فأنت ممنوعا من استخدام المصادر الطبيعية التي خلقها الله لك وصخرها لك بسبب أن هناك من يريد أن يسيطر عليك ليوصلك في النهاية إلى الكفر فبتالي نحن نجهل الكثير عن هذا العالم ولا نزال نتعلم فهذه العلامة الكونية من انحصار نهر الفرات بسبب هذه الهزة ستؤدي إلى ظهور هذا الذهب وتنازع ثلاثة أمراء أبناء ملوكا عليه ولن يحصل أي أحد منهم عليه فكنوز هذه الأرض ستظهر عند ظهور المهدي لأن المهدي هو من سيحصل على كل هذا الذهب وسيوزع الذهب على الجميع أي أن في أحد الحديث هناك من سيأتي إلى المهدي ليطلب منه المال فيعب المهدي المال ويعطيه إياه ذهبا فيطلب المزيد ويعطيه المزيد فيطلب المزيد ويعطيه المزيد ويخرج ثم يعود مرة أخرى ويقول أعطيتني من المال والذهب ما لا أدري ماذا سأفعل به فيقول له خذ وإن أرطل عندنا المزيد أي أن كل مصادر الأرض من ذهب وثروات ستصبح مجانية لخلق الله تعالى جميعهم في فترة حكم المهدي فبالتالي من الطبيعي أن تتجهز الأرض لخروج هذا الرجل وتجهز بإخراج ذهبها ومائها وثرواتها التي تكفي الأرض بمن عليها إلى الأبد طبعا هناك من سيقول صيحة هدى وهناك الكثير من العلامات المخيفة والتي سترجل الأرض رجا أليست هذه علامة شر؟ أليست هذه علامة أذية؟ ما نريد أن نقوله هنا أن العلامات الكونية خير لأهل الخير شر لأهل الشر فبالتالي هناك نقاط معينة ترافق هذه العلامات إن كان هذا الأمر سيضر الكفار فهو سيفيد المسلمين مهما حصل إن كنت من المسلمين وكانت لديك قوة إيمان جيدة موحد بالله تعالى لن تضر أبدا بهذه العلامات بس تكون هذه العلامات دلالة لك على أن الفرج قد اقترب فمنذ ظهورها يمكنك أن تحسب فترة سنتين إلى ثلاثة سنوات من إشارات الهدى هي اكتفاء المرأة بالمرأة واكتفاء الرجل بالرجل هذه علامة لما نراه نحن الآن فقد بدأ الأمر في زمن سيدنا لوط عليه السلام وها هو يعود الآن فقد تم ضخ مبلغ مليار وخمسمائة مليون لإعادة هذا الشذوذ مرة أخرى إلى حياتنا فبالتالي هذه إحدى العلامات التي أخبر عنها أنها ستعود في حياتنا واكتفاء رجل بالرجل والمرأة والمرأة هي إحدى العلامات المرافقة للهدى فهناك أناس سيهلكون بسبب هذه الهدى ولن يكونوا المسلمين الموحدين طبعا أن يرضى الحاكم بالدم البريء هي إحدى العلامات التي سترافق هذه الهدى ثم لدينا الصيحة توقظ النائم وتقعد القائم يسمعها كل الخلق على وجه الأرض كل بلغته وهذه الصيحة هي صوت جبريل عليه السلام ينادي باسم المهدي ليست صيحة تقول أن علي معه الحق كما يقول الشيعة وليست صيحة باسم الرسول بل هي صيحة يسمعها من على وجه الأرض كل بلغته تنادي باسم المهدي الحقيقي فلان ابن فلان صيحة عظيمة تلفت الانتباه بشكل كبير لكنها ليست مؤذية وأعيد وأكرر خير لأهل الخير شر لأهل الشر ستدب الرعب في قلوب الكفار وستدب الرهبة والإيمان في قلوب المسلمين الموحدين الذين ينتظرون هذا الأمر سيحدث من بعدها رجفة في الشام يهلك منها مئة ألف رجل ليجعلها الله سبحانه وتعالى رحمة للمؤمنين وعذابا للكافرين من بعد ذلك سيخرج رجل يدعي أنه المهدي وهذا الرجل هو السفياني والسفياني رجل حاليا أنهى قسما كبيرا من تدريبه لأن يكون المهدي لكي يظهر أمام الناس ويدعي أنه المهدي وسيصدقه الجميع لبلاغته وعلمه وبراعته في اللغة والأدب وخطابة والدين والإسلام فسيتبعه الكثير من الناس إلى أن يكتشف بعد عام ونصف في رمضان أن هذا السفياني ليس هو المهدي ويظهر المهدي ليكذبه وينضم السفياني بعدها إلى جيش عظيم سيهاجم المهدي في مكانه ويمكة فالمهدي سيظهر بين الركن والمقام في مكة في يوم جمعة في رمضان في الفجر أمام طائر عظيم وهو جبريل فستظهر صيحة من مكة من أمام الحرم بوجود المهدي طبعا المهدي سيجهز في ليلة واحدة أي أنه خلال وقت يقل عن 24 ساعة سيبعث هذا الرجل أينه على قيد الحياة وييش حياة طبيعية جدا إلى أن تصل هذه الليلة ويتحول من رجل عادي إلى المهدي عليه السلام وكأنها صحوة واستيقاظ لتجهيز من الله تعالى فيقابل النبي عليه السلام ويسمع منه ويستلم علم الجفر والكتب ويستلم العصاء وهي عصات موسى ويستلم سيف النبي عليه السلام كل هذا سيحصل في ليلة واحدة ثم سيحمله طائر وهو جبريل على هيئة طائر وينقله إلى هناك وتظهر الصيحة وبالتالي يتم الإعلان عن وجود المهدي فالسفياني هو من سيدعي أنه يكون المهدي وسيتبعه الكثير من الناس وصدقني المهدي لن يحتاج أحد بل نحن من سنحتاج إليه والمهدي بحد نفسه لن يعتمد علينا فبتحت إمرته هناك الملائكة لأن السفياني سيهاجم بالجيش تحت قيادة الدجال وهو المسيح الدجال ضد المهدي ستحصل علامة مهمة من العلامات الكونية وهي خصف بالجيش تذكر معي بعض الأفلام التي تنشق فيها الأرض لتبتلع جيوشا وقبائل فانظر إلى هذا الأمر وهو بإذن الله سبحانه وتعالى من إحدى معجزات المهدي أن تنشق الأرض ويخسف بالجيش خسفا كاملا وهذا الجيش ليس جيشا بالسيوف وليس جيشا بدائيا بل هو جيش بالأطباق الطائرة والدبابات والأسلحة المتقدمة التي تصل إلى قمة التقدم العلمي سيخسف بها بإذن الله مباشرة وتذهب إلى عماق الأرض من العلامات أيضا هي النفس الزكية أي أن هناك إنسانا معروفا بنفسه الزكية سيقتل أمام العلن وستشتهر هذه الجريمة أمام الجميع وستكون جريمة صادمة لمقتل هذا الإنسان العلام التالية هي عامود من النار يخرج من المشرق طبعا فكرة أن عمود النار لم يظهر إلى الآن فهناك بعض الناس يقولون أن انفجارات معينة أو براكينة معينة حصلت أنها هي عمود النار انظر إلى التلاعب الذي يتم دسه بين الدول العربية وبين أتباع الإسلام عن العلامات التي في كل مرة يقرون أنها علامات المهدي وما هي إلا رسائل متسوسة من الموساد ومن ناسا ومن علماء الغرب يعبثوا بدينكم فقط هي عبث بهذا الدين وسرقة لما فيه وتقليل لما فيه من إسلام ومن مسلمين ومن آل البيت وتعظيم لكل ما له علاقة بالشيطان وبالدجال وبأتباعه ليحبطوكم دائما في هذا المجال فتجدوا أن بعد حدوث أي مشكلة أو أي حرب أو أي صراع يظهر من أعداء الإسلام ذكر للمهدي بين المسلمين فيسبب هذه البلبلة فبالتالي هناك حقد وكره شديد جدا مربوط بخوف رهيب من هذا المهدي الكره والحقد الشديد فقط لأنك مسلم والمهمات الانتحارية التي يقوم بها الجن هي فقط لإخراجك عن دينك لا يريدون لشيء إلا أن يخرجوك عن دينك ويريدون تدمير فكرة أن هناك شخصا سيأتي ليمحوا كل مخططاتهم التي لا تزال مستمرة إلى الآن طبعا حسب الحديث قال استبشروا بالنار أي أنها ليست علامة شر بالنسبة إلينا فنحن نقول أنها شر لأهل الشر خير لأهل الخير لكن هذا العمود من النار ليس له علاقة بعامل من الجوع وأن عليكم أن تخزنوا الطعام جانبا ومنه تخزين التمر لمدة عاما سيكون عاما من الجوع هذا ليس حقيقيا بتاتا أي معلومات تخيفك عن هذه الظواهر وأي معلومات تخيفك عن ظهور المهدي اعرف لوحدك أنها متسوسة أي تخويف أو تكذيب في هذه العلامات اعرف أنها متسوسة من أعداء الإسلام وليس من الإسلام أي أن من يقولها هو إنسان يصلي معك في المسجد لبسه من لبسك وأكله من أكلك ويدعي أنه مسلم وهو ليس مسلما هو فقط يقوم بكل هذه الأمور لجعلك تصدقه فبالتالي تخيفك من هذه الأمور ليس لها أي أساس من الصحة ثم يظهر بعد ذلك الدخان طبعا هذا الدخان يأخذ من المسلم كالزكام أما من الكافر فتنتفخ أحشاؤه ويضيق تنفسه بشكل رهيب لكن هذا الدخان ليس دخانا ساما فلو كان دخانا ساما لقتل البشرية لكن هذه علامة من الله سبحانه وتعالى من المستحيل أن الله سبحانه وتعالى سيبعث علامة على البشرية جمعاء فيقتل البشرية فهذا أمر غير معقول فلا يجد سموم في هذا الدخان لكنه من المسلمين من يستنشقه يكون أثره عليه كالزكام أما من الكافر تنتفخ أوداجه وأعضاؤه ويشعر بضيق تنفس شديد طبعا يرافق هذا الدخان ظلمة كبيرة تخشى الأرض لكنها ليست أمرا مخيفا فبالتالي سيحل الظلام لفترة مع هذا الدخان لأنه سيحجب أشعة الشمس بكل تأكيد ثم من بعدها تخرج جماعة الرايات السود من بلاد الشام بالذات من سوريا يطالبون بالحق ولا يحصلون عليه ويعودون مرة أخرى ليطالبوا بالحق ليحصلوا عليه ويحاربون ويهزمون ويحصلون على هذا الحق ويقدمونه لرجل من آل بيتي يملأ الأرض عدلا طبعا هذا الحق قد يكون حقا سياسيا عسكريا اقتصاديا أو ما إلى ذلك ليس لدينا تعريف معين لهذا الحق الذي ستحارب جماعة الرايات السود من أجله ثم خصفا في مدينة يقال لها حرستة أو الجابية في دمشق انظر لهذه النقاط المهمة أي أن أغلب الأحداث ستحصل في ثلاثة أماكن أولها العراق ثانيها سوريا ثالثها فلسطين وانظر ما جرى لهذه الدول الثلاثة إلى الآن أي أن من هاجمهم مخطط مسبق لهذه الأمور ليس الأمر لأنها نظرية مؤامرة بل الأمر لأنه حرب بين إبليس وبين الله سبحانه وتعالى بين عباد الشيطان وبين عباد الله تعالى ومن ينكر وجودهم فليراجع عقدته فهو كله مذكور في القرآن الكريم من هذا الحرب وهذا الحقد وهذه البغضاء وستحدث المعرطة الكبرى وسيكون المهدي موجودا وسيسلم المهدي الراية لسيدنا عيسى عليه السلام وسينزل سيدنا عيسى لقتل هذا الدجال بعد غزوه فكما قال الرسول ستخزون الدجال وستغلبونه الأحداث كما قلتها ستحدث قد يكون بعض أن هناك أحداثا ظنية الحدوث أي أنها قد تحدث وقد لا تحدث وقد يكون هناك أحداثا موينة ستحدث بإذن الله حتميا أما في هذه الحلقة سنفترض أن هذه الأحداث ستحصل سواء كان هذا الحصول حتميا أم لا لكن إن رأيتم أي من هذه العلامات سيبدأ العدد التنازلي لظهور المهدي الآن هناك الكثير من الفيديوهات التي تنشر مقابلات لحاخامات من يهود الحردم أو الأشكيناز يقولون بها أنهم ينتظرون المسيح فهم لديهم مسيحهم والمسيح الدجال لكن الفكرة أنهم تحدثوا معه هو موجود ويتحرك ويخطط من جزيرته جزيرة برمودة للحرب وهي الجزيرة التي رأاه عليها تميم الداري وهي الجزيرة التي رباه عليها جبريل عليه السلام أما كل الأخبار الموجودة كونه موجود هو فعلا يبحث عن من سيقضي عليه وهو المهدي فسيقلل من أمر المهدي وسيرفع من أمره ليرى أن الجميع سيتعاطف مع الدجال عن طريق تعاطفه مع الشيطان كون أن هذا الشيطان ملاك ساقط وهو ليس بملاك ساقط هو فقط شيطان جن خرج عن أمر ربه جن رودته نفسه بالخطيئة والحسد يظهر من بعدها ملحمة بين عباد الله وأعدائه لكن هل تتوقع أن كل هذه المخططات لن تقابل برجل يبعثه الله لينهي هذا الأمر؟ هذه هي إحدى أهداف الحلقات التي تقام عن هذا الرجل أنه سيأتي وسيأتي معه الخير وسيأتي معه الفرج لمن آمن بالله ورسوله الفكرة أنه سيأتي للمسلمين كافة وسيرفع الإسلام وسيدخل الناس في الإسلام أفواجا فبالتالي نصر الله قريب وظهور هذا الإنسان قريب ويمكرنا ويمكر الله والله خير الماكرين هذه آية واضحة لما يحدث الآن إنهم يكيدون كيدا وأيكيدوا كيدا فمهر الكافرين أمهلهم مرويدا وإلى أن نسمع الصيحة في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر